ومن أمام مقر الهيئة الوطنية للانتخابات في تونس ينضم إلينا مراسل الغد ياسر دبابش ياسر عدد من الأعضاف في تحيا تونس يؤيدون الزبيد على حساب يوسف الشهد ما هي الأسباب ياسر؟ مرحبا محمد الأسباب يبدو بأنها خلافات عميقة داخل صفوف قيادة وحتى كوادر وعناصر ومؤيدي حركة تحيا تونس سيما بعد إعلان رئيس الوزراء التونسي الذي يتزعم حزب تحيا تونس يوسف الشهد الترشح للرئاسة الرجل قدم أوراق وملفه بشكل رسمي لمقر الهيئة بالخلف تماما ونحن نتواجد الآن أمام مقرها في العاصمة التونسية ما أثار ذلك الجدل في صفوف كوادر وعناصر الحركة خاصة في محافظة المنستير الساحلية حيث أعلن أعضاء المكتب المحلي دعمهم لوزير الدفاع التونسي المستقيل من منصبه عبد الكريمة الزبيدي هذا وفق عدد من المتابعين يأتي أيضا إثر خلافات كانت في الفترة الأخيرة شهدتها حركة تحيا تونس بالصف الأول من القيادة لكن كان هناك أيضا ربما شبه تكتيم وتعتيم على تلك التفاصيل الخلافات لكن يا ياسر هذه الخطوة هي خطوة مخالفة لقرار المجلس الوطني المؤسسة للحزب بدعم يوسف الشهد ما الذي تغير في الأيام القليلة الفائتة؟ نعم يبدو بأن هناك كان حساب آخر محمد لكوادر وأعضاء حركة تحيا تونس التي يتزعمها رئيس الوزراء يوسف الشهد الرجل حتى قبل أيام قليلة وحين سوء إن كان سيترشح للرئاسة من عدمه التزم الصمت وقال بأنه لا يفكر في الموضوع في الوقت الحالي وفق تعبيره لكنه بعد ذلك فاجأ الجميع بعد اجتماعا للمجلس الوطني التابع للحركة اجتماع استثنائي أقر خلاله أن يتم ترشيح الشاهد باسم الحزب لخوض السباق الانتخابي نحو قصر كرطاج يبدو بأن الأمر قد قوبل بالرفض أو حتى التحفظ من بعض الأعضاء والكوادر وهنا محمد تجدر الإشارة المهمة إلا أن معظم عناصر وكوادر حركة تحيا تونس هم من انشقوا تقريبا عن حركة نداء تونس التي أسسها الرئيس الراحل الباجي قائد السبس يوسف الشاهد هل له أي ردد فعل يا ياسر؟ هل تفوه بكلمة على هذه المطالبات أو هذه الدعوات سواء بالإجابة أو حتى بالرفض؟ محمد الرجل تحدث بعد أن قدم ملف ترشحه وقال عن الدعوات أو أجاب على دعوات له بالاستقالة إذا كان سيخوض السباق لانتخابي حتى لا يكون هناك تداخل بين الدعاية الانتخابية والعمل الحكومي قال بأنه لن يستقيل وبرر ذلك بأن هناك تحديات تجابها تونس منها مثلا الإرهاب وكذلك الحالة الطوارئ التي تعيشها البلاد والموسم السياحي وغيرها من المواضيع التي ذات صبغة محلية تقريبا حتى هذه اللحظة أي من قيادات حركة تحيا تونس لم يتحدث أو لم تكن هناك ردة فعل حول ما قرره أعضاء المكتب المحلي للحركة في محافظة المنستير من دعم لوزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي فما بالك في يوسف الشاهد محمد دائما الرجل يلتزم الصمت أو غالبا شكرا جزيلا ياسر دباب الشام راسل الغد من تونس وأعود إليك ياسر كلما جد جديد